هنروح لكرة الطائرة سيدات أيضاً بيقابلوا سبورتينج في قبل النهائي فلي الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهل بقيادة المدير الفني كابتل حمد الصافي جاهز لمواجهة نادي سبورتينج في قبل نهائي كأس مصر إن شاء الله للموسم اللي احنا فيه الماتش بيتلعب دلوقتي على صالة الشباب رياضة بمدينة 6 أكتوبر ويعني لسه خلصان من ثواني قبل ما يبتد البرنامج وخلصت النتيجة 3-0 صالح النادي الأهل ألف مليون مبروك وده الفوز تقريباً 95 على التوالي لهذا الفريق ونظام البطولة السنة دي متغير شوية لأنه بتلعب نظام البستوف أيضاً زي الرجال فالسبورتينج هنلعب بستوف سري أيضاً ولكن إن شاء الله أول مباراة النهاردة فوزنا فوزنا في مباراة تانية هنصعد إلى النهائي بإذن الله وغالباً هيكون الماتش بكرة صح؟ الماتش غالباً هيكون بكرة زي الرجال مفيش راحة بيدوها يوم زي البسكت على طول المناحية التانية فقبل النهائي الصيد والشمس اللي هيفوزه غالباً أنا أتصور يعني من النتائج السنة دي هيكون الصيد فبشكل كبير ممكن تبقى النهائي إن شاء الله بإذن الرحمن الأهلي والصيد في كأس مصر وده كلا كد تاني مرة السنة اللي فاتت فوزنا يعني بالكأس من نادي الصيد 3-2 بعد مباراة حبست أنفاس الجميع وتم نقلها على شاشة قناة النادي الأهلي كل التوفيق لكرة طائرة سيدات اللي الحقيقة بيحطموا أرقام 95 فوز على التوالي باقي لهم خمس مباريات فقط عشان يحطموا رقم الرجال وهو 100 فوز على التوالي في كل البطولات كل التوفيق لفتيات الزهب في الكرة الطائرة ترجمة نانسي قنقر